توقيت رمضان للتلامذة اللي يقرأه في الابتدائي والإعدادي والثانوي بالنسبة لللي يقرأه من الثمانية للتسعة تولي بقت رمضان بثمانية حتى للتسعة غير بوع واللي يقرأه من تسعة للعشرة تولي لقرأة من الثمانية غير درجين حتى للتسعة وخمسة وثلاثين دقيقة والراحة اللي كانت مع العشرة بش تولي معه التسعة وخمسة وثلاثين دقيقة حتى للتسعة وخمسة واربعين دقيقة معناها الراحة دوم عشرة دقيقة وبنسبة لللي يقرأه من العشرة اللي حديش بتوقيت رمضان تولي التسعة وخمسة واربعين دقيقة معناها العشرة غير بوع حتى للعشرة ونص بالنسبة للتوقيت العادي من الاحديش للاثناش توقيت رمضان يولي عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة وللحديش وعشرين دقيقة الاستراحة مدة خمسة دقائق بالنسبة لللي يقرأه من الاثناش الماضي الساعة التوقيت يولي من الاحديش وخمسة وعشرين دقيقة حتى الاثناش ودرجين الاستراحة من الاثناش ودرجين حتى الاثناش وعشرين دقيقة وبالنسبة لللي يقرأه من ماضي الساعة الماضي الساعتين بتوقيت رمضان يدخل مع الاثناش واربعين دقيقة حتى ويخرجوا مع ماضي ساعة ودرج وباللي يقرأه من ماضي الساعتين حتى للماثناش يدخلوا من ماضي ساعة ودرجين حتى ماضي ساعتين غير درج والراحة مع ماضي ساعتين غير درج حتى الماضي ساعتين ودرج بالنسبة للتوقيت الحادي لللي يقرأه من ماضي ساعتين ودرج به ويخرج مع مطلاتة غير درجين به بنسبة للي يقرأ فخر وقت من الاربعة حتى الجنة الخمسة تبقى رمضان مع مطلاتة ودرج يدخل ويخرج مع الاربعة غير اربعة بارتجو الفيديو اذي باش اه اللي ما يعرفش توقيت رمضان اوذية اه معناها فيها شرح مبسط فرق ما بين التوقيت العادي وتوقيت شهر رمضان فما برش مديرين ما فرقوش الجدول بتاع توقيت رمضان